أشهد رئيس تنفيذي للهايدروجين الأخضر بشركة مصدر الإماراتية محمد عبدالقادر الرمحي بمشروع إنتاج طاقة كهربائية من الرياح بين مصر والإمارات قال الرمحي إن هذا المشروع سيوفر العملة الصعبة كما سيوفر المزيد من فرص العمل يبدأ تطوير المشروع على الأرض من خلال فترات الإنجاز التي تتم على مراحل العشر جيجا طاقة إنتاجية هائلة جداً عشر ألاف ميجا نتوقع أنه نبدأ مثلاً في البداية بواحد أو اثنين جيجا ألف إلى ألفين ميجا يتم التنسيق مع الجهات المعنية في مصر للتأكد من أنه الشبكة جاهزة إلى أخذ هذه الطاقة الإنتاجية ونقلها إلى مناطق التي يتم استهلاكها ونحاول من خلال التنسيق المباشر مع الجهات المعنية أنه نعمل بأسرع وقت ممكن ولكن بأعلى كفاءة ممكنة وبما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية في مدى جاهزية الشبكة حتى يكون الهدف الأسمى هو التحقيق أعلى جدوى اقتصادية يتم فيها الاستفادة الأمثل من هذه المشروع شكرا للمشاهدة